السلام عليكم مرحبا بكم انا على قناة مريم كيتشانت سمنا تكونوا بألف خير إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم وصفة مسمى بدون دلك محشي بالكفتاء والخضر دابا غادي ندوزو المقادر والمراحل اللازمة غادي نحتاجو زليفة ونص تاع الطحين الفورس زليفة تاع الفينو لسمو لكسخافين الماء حسب الخليط مع القصغيرة تاع الملحة ونص مع القصغيرة تاع خميرة الحلوة غادي نخلطو الفورس مع الفينو ونزيدو الملحة وخميرة الحلوة نخلطو شوية ونضيفو الماء الكافي باش نحصلو على العجينة العجينة ديالنا خصها ما تكونش قاسحة ستكون رطبة نخلطو حتى نحصلو على عجينة متجانسة خليوها ترتاح لمدة 30 دقيقة حتى ساعة أكثر ما خليتوها ترتاح أكثر نتائج يكونوا أفضل بعد ما خليناها ترتاح غادي نزيدو البلان تخافي وغادي نزيدو ايد دينا وغادي نشكلو كويرات على الحجم اللي بغيتو ونخلوهم يرتاحو لمدة 30 دقيقة أو أكثر بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو واحد البصلة زوج فصوص تاعة التومة 400 جرام تاعة الكفتة تاعة البزار أو الفلفل الأسود نخلطو مزيان ونخلو الخضرجالنا تطيب بعد ما الخضرجالنا تطابت غادي نضيفو الكفتة ونخلطو مزيان ونخلوه على نار متوسطة حتى تطيب الكفتة جينا حوالي خمسة دقيق بعد ما طابت غادي نخليوها تبرد في جانب غادي ناخدو كويرا من المسمن دينا وغادي نسرحوه وفي الوسط غادي نوضعو شويل الحوشوة ونغلقو المسمن دينا باش نحصلو على مرباح نوضعوها في جانب ونتابعو مع جميع الكويرا دينا غادي نسرحوهم شوية قبل ما نسخنو مقلع ونوضعوهم باش يطيبو بعد ما طابوا على الجهة الأولى غادي نقلبوهم على الجهة الثانية ونخلوهم يطيبو مزيان كما اشتو الوصفة تسهلة كتير والمسمن دينا مجيش قام زيتا سمنا ان شاء الله تجربوها وتردو عليها الخبار ما بقى الياغي نقول لكم شا هي طيبة وما تنسرش تشاركوا معنا على القناة باش تدعمونا وتشجعونا على المزيد شكرا على المشاهدة والسلام عليكم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة